أعزائي المشاهدين أهلا بكم على القناة الإلكترونية لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك اليوم سوف نعرض عليكم الجزء الثاني من الحلقة التي خصصناها لمديريز النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية وبهذا يسعدنا أن نستضيف من جديد السيد براهيم بعمال مدير النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية أهلا بك سيد بعمال سيد بعمال سمعنا عن عزم وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك وضع مرصد للنقل الطرقي أين وصل هذا المشروع؟ بالفعل يعد وضع مرصد للنقل الطرقي من بين الإجراءات المتضمنة في عقل البرنامج المزمع تقع عليه قريبا مع المهنيين ولكن يجب التذكير بأن الوزارة التوفر على نظام معلوماتي مهم جدا ومتطور الذي سيكون من تبايد المعلومات والذي سيكون هو هو محرك للمرصد للنقل الطرقي بحيث أن جميع الأنشطة تتضبر من خلال هذا النظام المعلوماتي نعم نعم إذن هل هناك تاريخ محدد لإنجاز هذا المرصد؟ نعم مرتبط بتاريخ الإمضاء عقد برنامج المعالميين نعم ولكن الوزارة بالطبع على الحال هي جهزة مستعدة مستعدة جهزة ودلع على ذلك بأنه تتوفر على نظام معلوماتي متطور نعم نستعمله الآن لتطبير جميع أنشطة النقل الطرقي لا على الصعيد المركزي ولا على الصعيد الخارجي نعم نمر الآن إلى نقطة أخرى وهي تعديل مشروع قانون تعديل مدونة السير ما هي مستجدات هذا القانون؟ بالفعل بعد تطبيق القانون 2505 المرتبط بمدونة سير تم تسجيل بعض النواقص وبعض الملاحظات من خيرها إلى 5 سنوات دلت الطبيق وبالتالي تم الاتفاق على ضرورة تعديل هذه المدونة وبالفعل الآن تعديل مشروع القانون 116-14 كان صدق عليه مجلس النواب ثم مؤخرا تمت المصدقات عليها من طرف مجلس المجتشارين وسيتم إرسالها من خلال القراءة تانية إلى مجلس النواب حتى تتم المصدقات عليها إن شاء الله في القريب العاجي إن شاء الله ما هي أهم مستجدات هذا القانون؟ سأذكر باختصار شديد أولا وهذا شيء يهم بطبع الحالة للمواطنين والسائقين على وجه الخصوص عدم الاحتفاظ برخصة السياقة في حالة حادث سير جسمانيا إلا إذا كانت مقرنة بحالتي ظروف تشديد التي تتعلق بالسياقة حتى تأثير الكوحول أو المواد المخدرة أو الفرار عقب ارتكاب المخالفة وذلك إلى حني بدت القضاء هناك كذلك واحد الإجراء الذي كان في المدون السياق القديمة هو ديال الشواهي الطبية بحيث أنه رفع عدد أيام ديال الشواهي الطبية من 21 إلى 30 يوم مع اعتماد مبدأ ديال الفحص الطبي المضاد وهناك واحد الإجراء كذلك لكيهم المواطنين هو مراجعة مبالغ الغرامات التصالحية والجزافية بأحداث مبدأ المغرامة المخفضة بحسب أجل الأداء بحيث أنه بطبيعة الحال ما نقصناش من المبالغ ديال الغرامات ولكن هناك على حسب تاريخ الأداء الإنسان يمكن أن يستفد حتى الـ 43% من التخفيض سيد بعمل هل يمكن أن تعطونا بعض الأرقام حول النشاط مراكز تسجيل السيارات؟ نعم، أولاً سنبدأ العدد الذي يستقبله المراكز تسجيل السيارات باعتبارها مصالح القرب يستقبله ما يوفق 3.5 مليون ونص ديال المغربة سنوياً طبيعة الحال هناك مراكز تستقبله تقريباً 500 مواطن يومياً وفي هذا المراكز تستقبله أقل من 100 مواطن يومياً السنة الماضية تم تسليم مليون ومليون وثنين ونوربعين ألف وستمية واحدة وزمانياً لخصة سياقة طبعاً لحال فيها التبديل وفيها الرخص سياقة الجديدة ما فيه وخص البطائق الرمادية فتم تسليم 675 ألف و400 سعود بطاقة رمادية فيها بطبيعة الحال التسجيلات الجديدة وفيها كذلك العملية تبديل من الحامل الورقي إلى الحامل الإلكتروني نعم، هذه النقطة تبديل رخص السياقة والبطائق الرمادية تحدثوا لنا عن هذه العملية هذه العملية أنه لمدة 300 سعود من مدن السير أنصت على أن جميع المغاربة عليهم استبدال البطائق الرمادية ورخص السياقة من الحامل الورقي إلى الحامل الإلكتروني في ظرف خمس سنوات حسبنا خمس سنوات يقدم تنتهي في 30 شتانبير 2015 ولكن مع الأسف الشديد المواطنين لم يستجبوش لهذا المقتدى القانوني بحيث أنه إلى حد الآن تقريباً بقى عندنا 1 مليون رخص السياقة على الحامل الورقي وما يقارب 600 ألف بطاقة رمادية لم يتم تبديلها من الحامل الورقي إلى الحامل الإلكتروني ونستغل هذه الفرصة لنشط جميع المواطنين لكي يقوموا بهذه الإجراء لأنه ممكن نعتبرهم بأنه في وضعية غير قانونية توجه هذه المادة التي توجه هذه المواطنين في حالة عدم تجديد رخص السياقة نقول لهم هذه الوتائق يمكن غير صالحة إلا طبقنا هذه المادة المختضة القانونية غير صالحة وبالتالي أنشدهم إلى الإسراء باستبدال هذه الوتائق إلى الحامل الإلكتروني قمتم كذلك بعمليات ترقيم الدرجة النارية تحدثوا لنا عن هذه العملية هذه العملية أول ما قد لك نقوم بها لأول مرة وخاصة فيما يخص درجة النارية الحجم الأسطنة ديالها أقل من 50 سنتم المتر مكعب لأول مرة نقوم بها العملية وهي عملية جريئة ولحد الآن الحمد لله حيدنا جميع الإكرهات وجميع المشاكل لمساعدتك بشكل عملية تتم في أحسن الظروف وبالتالي الآن المواطنين أنا كان نشدهم بشي قوموا بتشجيل بتشجيل درجة النارية ديالهم نعم سيد بعمل ما هي البرامج المستقبلية التي تخططون لإنجازها في المستقبل إن شاء الله باختصار شديد أولا نتمنى إن شاء الله أنه في المستقبل يتم إمضاء ديال عقل البرنامج مع قطاع النقل الطرقي للمسافرين نعم نتمنى بكل صدق وكل شغف هناك كذلك التوقيع على عقل البرنامج الجديد الذي يهمه قطاع النقل الطرقي للبضائع أما فيما يخص رخصة السياقة والبضائق الرمادية فسيتم إن شاء الله في المستقبل التركيز على تبسيط المساطير أقدر ما يمكن وكذلك العمل بالإدارة الإلكترونية أن جميع العمل يتم إلكترونيا ومما سيسهل العمل على المواطنين وعلى المهنيين كذلك فيما يخص القطاع ديال رخص سياقة والبضائق الرمادية جميع الرسوم سيتمكن شاء الله في المستقبل نحن نعمل ويدا في يد مع الإدارة المعانية بوزارة المالية أنهم يدوها إلكترونيا وكذلك هناك مراجعات لأسئلة بنك المعطية للأسئلة لنرخص السياقة وهناك كذلك واحد دراسة لنقوم بها لكي يمكن أن ندمجو السلامة الطرقية في البرامج المدرسية آخر سؤال سيد بعمال نعرف أن في هذه الفترة هناك توافد كبير للمغارب المقيمين بالخارج وهناك استعدادات قبلية لهذه عملية عبور المغارب المقيمين بالخارج كيف تواكب مديريتكم هذه الإجراءات؟ المديرية ديالنا تتواكب وتتساهم مساهمة فعالة في الإعداد لهذه العملية لهذه العملية التي جميع الإدارات المعانية تتجن لها لكي تمر في أحسن الظروف ومديريت النقل على الطرق السلامة الطرقية بحكم الاختصاصات والمهام ديالها لأنه تسلم ذلك الرخص ديال القيام بالنقل الدولي للمسافرين أنه تعطي الرخص الاستثنائية والإضافية إلى المهنيين ديال النقل الدولي للمسافرين باش يمكن لهم إواكبوا الحاجيات ديال المواطنين وهناك تقدرنا واحد العمال التنسيقي ضم المهنيين وضم الإدارة ديال الميناء ديال التنجر المتوسط باش يمكننا ناخده باعتبار جميع الإكرهات وجميع العراقي لشهدتها العملية الصنة الفارطة باش يمكن هات السنة ان شاء الله باش ما تكررش نتمنى ذلك شكرا لك سيد إبراهيم بعمال على كل هذه الأجوبة وكل هذه التوضيحات شكرا على حضرك معنا وأنا بدوري أشكر قناة الإلكترونية لوزارتشيز ونقبل نجوزتك اللي أعطتنا هاد الفرصة باش ممكننا تكلم لأستاذ المشاهدين أهلا وسهلا بك مرحبا أعزائي المشاهدين شكرا على متابعتكم وإلى حلقة مقبلة بحول الله